أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية عن انطلاق مبادرة كتف في كتف من محافظة جنوب سيناء وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك وشهدت محافظة جنوب سيناء وصول قطار الخير في اصطفاف كبير من متطوع التحالف والذين استقبلوا 11 قاترة محملة من 20 ألف صندوق حماية اجتماعية تحتوي على 400 طن مواد غدائية و2000 بطانية لأهالي جنوب سيناء وتأتي مبادرة كتف في كتف والتي تعد من أكبر مبادرة الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر تنفيذا لتوجهات رئاسية بدعم الفئة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية وذلك بتقديم أربعة ملايين صندوق مواد غدائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية النهاردة بنك الطعام بيشارك في المبادرة بتاع كتف بكتف لأطلاق التحالف الوطني احنا النهاردة متواجدين في جنوب سيناء المنطقة الخلدية بتاع جنوب سيناء هنبدأ ان احنا نوزع على كل المدن بتاع الجنوب سيناء ان شاء الله مستعادفين المدن والوديين بعدد 11 مؤسسة مشاركة في الاستفاف النهاردة في قطر الكير الأسر المستهدفة حوالي 20 ألف أسرة معنا 20 ألف بطنية ومعنا 400 مساعدات النهاردة احنا مشاركين بكارتين مواد غذائية وبطاطين لحماية أهلنا من برد الشتاء احنا حاليا في مدينة شرم الشيخ وبنحمل من التريلات وهنتحرك بإذن الله للتوزيع على أهلنا في المنطقة الأكثر احتياجا بمحافظة جنوب سيناء أهلا من مدينة الراسات وتحية مصر وشكرا على الحياة ديت وربنا خليكم للشعب ان شاء الله ربنا يخلي المبادرة وكل زانوا وانتوا طيبين ورمضان خير يعود علينا وعليكم الأيام بخير ان شاء الله